ما يقارب السنة من دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ والأرقام المعلنة ضعيفة جدا مدير عام بنك التنمية المحلية يرجع ذلك إلى النقص في العرض لا سيما ما تعلق بالسيارات كل ما يتعلق بالسيارات العرض قليل يعني العرض قليل إذن العملية ما كانت عملية كبيرة ولكن نحن في نقلة تساعدية اللي تسمح للزبائن تعناب باش يستعملوا هذا المنتوج بكيفية ناجعة وفي وقت تعززت فيه صناعة السيارات في الجزائر بمصنعين اثنين ينوي بيديال إبرام اتفاقية مع كل من هونداي وفولزفاغن لتسويق سياراتهما عن طريق القرض الاستهلاكي والذهاب حتى نحو الاستثمار مع المصنعين لك نقتضى هذا أن نذهب نحو المنتجين ونوقع على اتفاقية معهم المشكلة ما ينترحش يعني ما عندناش إشكال نمشوا مع هونداي ونوقع معهم اتفاقية وغادا بولزفاغن ممكن حتى نساهم معها في الاستثمار لتحقيق الاستثمار سوف نعرض عليها اللي ممكن نساهم بنك تنمية المحلية ساهم معها في تحقيق الاستثمار وأمام تحدي إنجاح القرض الاستهلاكي يحاول بنك التنمية المحلية تسهيل إجراءات اغتناء المنتوج المحلي علا وعسى أرقام السنة المقبلة تكون أحسن من أول سنة من الجزء الثاني من القروض الاستهلاكية في الجزائر